السلام عليكم ومحبة بكم في فيديو جديد من بعد مدد لكم المرحلة الأولى والتي عبارة عن دروس وقواعد عندها على قبقى قوانين السير اليوم إن شاء الله هادي نحاول يديركم المرحلة الثانية في هذا الفيديو ها نحاول نعطيรكم فقط البروبرام أو النظام اللي أنا مشيو به في هادة المرحلة الثانية وceansوف هادة المرحلة الثانية المرحلة الثانية هتكون هي التكميلات المرحلة الأولى فقط شح تلكون دروس وقواعد عندها ومن تطيح فيها في المتحان ومن تطيح فيها كحالة أعطيكم كل درس من الدرس الذي يفعلنا سلسلة خاصة به مثلا ، أنا درس خاص بطرقية درس خاص بطرقية وطرقية 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 ما هي المعنى؟ علامة المانع وانتهاء المانع علامة الإرشاد والإجبار والخطأ كل العالمات سأعطيكم كيفية العامودي أفكا ومن الخطوط على الطريق أعطيكم درس خاص الخطوط على الطريق الذي يكون في الطريق فهو الأفكا حال هذا التوقعي أحاولكم كل درس خاص به أجل درس وقواعد التي أعطيتكم في المرحلة الأولى أضبطوها أم لا؟ فهو سلسلة الأدين هو تطبيق التطبيق لذلك الشي اللي شناه في المرحلة الأولى اللي هو الدرس والقواعد يعني ما هي تقامة السؤال عنده علاقة بالطريق يعني هنا تختبر ذلك الشي اللي ضبطته في القواعد يعني هذي تشوف راسكوه وش فعلا فهمتدك القواعد وفهمتدك الفلايك أو لا؟ فهو سلسلة خاصة بالتوقف وأعطيكم جميع الحالات التي تطبيحوا في المتحال والتي تقدروا تطبيحوا فيها وانتون تصلوا اللي عندها علاقة بالتوقف كذلك أعطيكم سلسلة خاصة بالوقف والتوقف دجا قم بخضلكم cap بالوقف والتوقف اللي تطاح في الامتيحان واللي كذلك تقدر تطيح فيها وانتك تسوق تقدر تطيح في واحد الحالة يعني وانا خاصك تتعرف واش هتوقف في ذاك البلاسة ولا ما اتوقفش واش هتوقف اتسترسني في ذاك البلاسة ولا لا فذك الدرس اللي يدرنا يعني في هذه السلسلات انا بالعاني بغيت ندير هذه المرحلة الثانية باش تشوفوا راسكم حليكات خطابوا راسكم واش فيعن ذاك القواعد ضبطوها ولا لا نبغيتش نجيون دلكم كوريكسون دي سيري نيشان حيث بزاف ما على اسف كيديرو هاد القضية ان يدخلوا في المشادي تعلموا كمشي نيشان ويبدأ فليسيري وكيبقى غير يحفظ تصاور والاسئلة سوف يبقى عاقل على ذاك الشيء بالحفاظه نرغم تيحان بطبيعة الحال غير ماشي جميع الاسئلة كيتطرحوا بحال بحال كين بعض الاسئلة كيتطرحوا بحال تصاور بحال السؤال يعني كوب يكوني ولكن كين بعض الاسئلة اللي كيكونوا مغيرين يعني كيعطيوكم سيرات السؤال مغيرة وتتصويرها مغيرة ولكن الحالة كتبقى لعميم يعني إذا كنت يضبط القاعدة ديالك وفاهم الدرس كن أكيد أنك تطبق القاعدة سيتو يعني ما كتتغيرش ولكن خاصك تكون فاهم ماذاك لاش كنقولكم ديما منين تبغي يعني عادة تبدأ باش تبريباري اللي امتيحاني إن شاء الله باش تدوز البيرمي خاصك أول حاجة ديب عادة تفهم الدرس ديالك تفهم قواعد هم اللوالا منين تفهم القواعد عادك ساعة تمشي للسلاسل وتفهم أما باش تبقى غير تكوشي أهلا أهلا ريها يعني غير حفاظة كن أكيد أنك ما أريش تنجح كن أكيد يعني أنا مشيكين بالعكس هذه نصيحة من عندي يعني أي واحد يبدأ يبريباري وما عارش من يبدأ أول حاجة يبدأ بها يلقى واعدة الحمد لله أنا غني دايلكم هذا الشيء كله يعني غني بديت معاكم من الأول منت شوي طوقي ملا بلايك بديت معاكم وأنا غالي يعني يعطيتكم جميع الدروس اللي كتطرح واللي عندها علاقة بقاوانين السير اللي كل شيء كيعرفها واللي خاصوا يعرفها دونك دابا كندي بحال تطبيق دونك أدلكم سلسلة خاصة بالوقوف كذلك أدلكم سلسلة خاصة بالأسبقيات فالأسبقيات يكون الشيء لكم التعديد لكم سلسلة خاصة نعطيكم جميع الحالات اللي عندها علاقة بالأسبقيات لدي لكم سلسلة خاصة بالتجاوز والتقابل دايجا كنت تكون غاس خاص بالتبلاج والتقابل هو من كنت تقابل مع أشي واحد فانعطيكم جميع الليك أو الحالات اللي كيتطحوا واللي عندهم علاقة تجاوز والتقابل وكذلك اللي تقدر تطح فيها أنتك تصوق حيث أنا ما كان خدمش بالنسبة كذايف سابق بالمناسب الأción curso في المناطق سابق أحدهم غير الاستثقاء حسين شاب المنتيحان سابق استطيع معي فأمboldين سابق لا، انا كان هذا مع الناس ينصروا الامتيحان وكذلك من بعد أن تنجح و تقبل طلبية كنت بدأت تسوق تقدر تطح في هذه الحالات ومن يقدر تطح في هذه الحالات لا يمكنك أن تفهم وضبط القواعد لك ولم تتعامل في الطريق مع ذلك الحالة فأنا كنخدم من هذا الشوش لدي الكوندس خاصة برؤية والإضاءة لدي الكوندس خاصة بالإضاءة يعني فقط على أضواء التقابل، فقط على أضواء الطريق لدي الكوندس معركة أو الحالات التي تتطحوا ومعلاقة بالرؤية والإضاءة لديكم سلسلة خاصة بالحوادج الإسعافات قبل، هذا الذي قلت لك وهما سلسلة خاصة بالتوقف، بالوقوف والتوقف، الأسبقيات، والتجاوز والتقابل الرؤية والإضاءة، هذه لديهم قواعد كالطبق قواعد، يعني قاعدة التي لا يكون في إجرارة القاعدة فهذه جد الحويجات يجب أن يكون لديك أول حاجة تكون عندك دقة في الملاحظة يعني منين تشوف تصويرها أو حاجة إن فايت طح السؤال رأي السؤال كي يكون فيه جوج ديال الشقين شق ديال الصورة وشق الكتابة يعني انت مني كتقى السؤال راكتكون كتابة وأنت في الصورة يعني انت ما كتوفش رف الكتابة وتجاوب راكتشوف في الكتابة وكذلك كتوف الصورة هذا كعليش قلت لك هذه السلسلات التي تقول هذه قواعد يعني خاصة أول حاجة يكون عندك دقة في الملاحظة يعني التصويرات تشوف مزيان شنو فيها حيث إلا فلتات لك ريبلاكة وحدة مستياج ما أتعرفش تجاوب إلا ما كنتيش ضابط القاعدة ما أتعرفش تجاوب خاصة تكون ضابط القواعد ومزيان شنو في التصويرات أو تقالى سؤال تعرف داك شيء عليها واش على الأسباقيات واش على الإضاءة واش على التجاوز واش على التقابل واش 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 فأردو بلكم مزيان خاصة يكون عندكم عندكم تقف الملاحظة وكذلك الاسبريداناليس القدرة التي تحلي من تقالى السؤال تحلل السؤال ليس غير تقاحي طبعا المرات التي تكون السؤال مطلحه بشكل والصيغة دياله بشكل آخر يجبك تفهم لماذا كنت تحفظ يجبك تفهم الصيغة السؤال وتكون عندك الدقة في مرحلة والتي تريد أن تحلل السؤال ماذا فيها منك يكون عندك لك تشوي ان شاء الله وخدمكم عليه في هذه الفيديوهات الماجئة كن أكيد أنك تعرف تجاوب بسهولة وسيبدل لكم الصيغة السؤال وسيبدل لكم بسامة حيث تكون فهم القواعد ها علشان لكم المرحلة الأولى وسيبدل لكم بعد الدرس وبعد تفهموا القواعد من بعد تقول لي القواعد تطبقها في الأسئلة يعني ما كان شيء صعب أما هادو نديرها ثلاثة هي سلسلة خاصة بحوادث الإسعافات ونديركم سلسلة خاصة بأجزاء العربة وسلسلة خاصة بالميكانيك ها أجزاء العربة داخلها في الميكانيك غير نقسمتهم سلسلة سلسلة ستكون بأجزاء العربة يعني أجزاء العربة يعني ما هي العربة كيفية يكون فيها هذه العربة كيفية والصدر والصدر بالميكانيك سلسلة اتقلوا بسهل مناسبة ماذا يتصبح الزيوت التي تجب علينا راقب ما هو من الأنواء الزيوت التي تنشئ في طنوبيل هذا هو الميكانيك فنحاول أن نعطيكم جميع الحالات التي تطاعد فيها أو التي تطاعد في المتحال وكذلك تطاعد فيها ومتاكات سوق لذا نعطيكم نصيحة أخبر فديوناك تسوي طويل ولكن هذه النصيحة أتفيدكم بكثير مع الأسف بعض المداري استعلم الصيقة ومن سواء لا أستطيع أن نعمم ولكن بعض المداري يسوطو زيكون لا ، لهذا ضمنه ب transforms م Stanford بإنسان جomonah لهذا ضمنه لكي تفهمها في الحقيقة تنسيها يجب أن تفهمها كيف تنطح فيها تتعامل هذه هي معلومات لا يوجد قاعدة تطبقها لا يوجد قاعدة تطبقها قاعدة تطبقها قاعدة تطبقها تطبيقها لا يوجد تطبيقها لماذا؟ هذه قاعدة قاعدة تطبقها أما في هذه الحوادث والإسعافات أو أجزاء العابة أو الميكانيك فهذه فقط معلومات يجب أن تكون عرفها معلومات لا يوجد قاعدة تطبقها لا هي معلومات يجب أن تفهمها ولا تحتي فيها وانت تصوق تطبقها هذه هي معلومات مع الأسف وأنا شخصيا تحتي فيها يقول لهم هذه السلسلة خاصة بالحوادث والإسعافات وصورته هذه معلومات يقولون يلا خدموها ماشي مشكلة السلسلة خاصة بأجزاء العربة وهذه الميكانيك وهذه الميكانيك يقول لهم لماذا عليكم لماذا عليكم الميكانيك لا تطرح في امتيها بلا ما تضيع فيها وقتك وهو هو لماذا لا تطرح هذه الأسئلة لي形ال فهذه الأولاد الآخر وللو يطرحون جاية الأسئلة ولكن ليس جاية بسيطar ويقولون لماذا عليك يجيئ الأسئلة والبطل ويجيئ وتطرحون على الجزاء العربة وأعني يقولون انت خاص الآن تنجحها في 32 34 منذ أنها للماذا عليك هذه الحوادث لا تحمق فيهم رأسك مع الأسف الجواب ديالي أنا ومن المنظر ديالي أنا أهم الدرس اللي خاصكم تكونوا عارفين في قوانين السير هي هات ثلاثة والسقطة هاد أجزاء العربة والميكانيك هادو داروغي خاصك تكون فهمهم فالنصيحتي روخي قولك بتنبلاش عليك لم تتطعش من انتحان خاصك بعد أول حاجة انتع تقلس مع رأسك عندما تدفع البرمي باش تدوزه خاصك بعد أول حاجة تقلس مع رأسك وتقول ما هو الهدف ديالي من هذه البرمي إذا كان الهدف ديالك تدوز البرمي باش تحطه من الأحسن لا تضيقش في لساتك تخليهم في جيبك معنك ما تدرب هذه البرمي نحن كاملين نقلل نفس الهدف لماذا ندربه البرمي كليكي دي البرمي باش يشيطه نوبي لو يصوق كليكي دي البرمي باش متعلان يمشي على برع كل واحد عليك تدربه وانك هنا واحد الهدف عليك تدرب البرمي وغالبية فينا لكي تدرب البرمي بطبيعة الحال كيف يدربه باش ان شاء الله منين يقبطه يشريطه نوبيل او كتكون عنده ديجا او عند بواه او كي يصوق فالهدف ديالك كامل نحن عن قبط البرمي باش نصوقه ماشي باش نحطه فهذه أول حاجة خس كون تعرفوها مني كتعرفوا بأن الهدف ديالكو موكت ديال البرمي باش تصوق فهنا يا غا كتقول لي مسؤول على راسك وعلى الناس اللي هذا فهنا يا غا هي لديتي غلط واحد تقدر تسبب مشكل كبير وتوقع شي حاجة اللي ما تبغيهاج الله يستر تقدير ما كنتي شعاف غي معلومة وحدة او حالة وحدة وتهونتي عليها من هاد الشي اللي كان شرحه دابا تقدر لقدر الله شي حديث وتقدر تخسر حياتك بسباب واحد قال لك بلاش عليك الميكانيك ولا بلاش عليك هذه الحوادث نعم الميكانيك مهم وانا نقول لكم عنه مثلا انت غاد في الطريق فلق طبلوديبور او لوحة القيادة مثلا انت غاد وشعلك واحد البولة بالحمر هاداك البولات هاداك ضاخن في الميكانيك في أجزاء العربة دوق الحالات كيتقنى هاد الشي يكون إلا شعال البولة بالحمر شنو خاصك الدير إلا شعال البولة بالخضر والزرق شنو خاصك الدير إلا شعال البولة بالبرتقال شنو خاصك الدير فإلا أنت ما كنتيش يقول لك بلاش عليك نعم يقول لك بلاش عليك ما عاديش تفهم الميكانيك وما عاديش تدير في رأسك يعني ما عاديش تكونش ضابت ذوك الحالات أو عارف ذوك الحالات التي تقدر تتحفير وانت تسوق وهذا الشعال البولة بالحمر وحنا نعرف بأن أي حاجة تشعال بالحمر تكون خطأ اتنسيو معروفة لو الأحمر دي ما كيقبغلي على الخاطر شي حاجة اللي كتكون خاطر هذه معروفة شي حاجة حمار كنشوف الحمر لو الأحمر كيبيلي أنا خاصين دي اتنسيو شي حاجة خاطر شي حاجة مش هي هادي فنتمني أي شعلك مثلا في طول يو دي بور أو لوحة القيادة بولة بالحمر مثلا البولة ديال كي نوح الإشارة كتشعل ديال المحرك فتلحد في السخونية تشيدة من إن شاء الله نعرفوه فهذا أجزاء العربة وهذا تشيدة من قريبه مثلا نشعل هنا كي يعلمك بأن المحرك فتلحد في السخونية انت قالوا لك بلاش عليك الميكانيك يعني صافي ما شتيش انت الميكانيك نجحتي وخديتي البرمي تأهي واحد يخدري نجح سهل البرمي باش تتاخده ولكن أنت بدأت تصوق ماذا لك أنت لم تكن ضابط الميكانيك ولم تكن لك ماذا لك هذا في الحمار لا لك فهم وضابط هذا لك إذا تشعر ما خاص كالدير كون أكد أنك مغطف مغطف قدر أنت لا تشاهد وتزيد وتكمل والمحرك يقول كفية الحد السخونية يعني عندي نقص في زيت المحرك ويقدر قدر تشعر بالعافية لذلك هنت وقعت في مشكل علاج في نظرك حيث لم تكن فهم الميكانيك فقط فهم وضابط لك كون أكد أنه لا يشعر لك الضوء يعرف ماذا يدير مثلا يشعر الضوء من المحرك الحد السخونية يعرف بأن إن يشعر بعض البولة بالحمار خطأ خاص يوقف دي الساعة ويشعر الإشاغ المحرك فات الحد السخونية يعني عندي نقص في الزيت أو عطب أو أو يشعر نوقف دي الساعة ويشعر يستطيع أن تشعر بالعافية لذلك عندما تكون فهم الميكانيك ستعرض بأن توقف ثاني حاجة تجعل المحرك يبرد ليس سخون ويشعر ترقب الزوية ويشعر ترقب فوجك حقك ويشعر ترقب الزوية لذلك ترقب نقص في زيط المحرك فعلا إذا عندك زيط المحرك يكون نبيل ماكس وميني باش الساعات عاد المحرك يبدأ يبرد شوية يعني وقت قدر تكمل الطائق إذا كان ما عطب تصلح حيث بعد ما تشعر البولة حيث عندك عطب ولكن هأنت أعرف أدير أما إذا لم تكن فهم الميكانيك وإن أجزاء العرب ولم تكن ضبط هذه الحالات لكن أكيد أنك ستفهم وتقدر أنت حيث لا فهم ما أعرف هذا لك تقدر أنت أخير في البولة لا ستدي فهم لا تعرف لهم حيث تساب لهم شي مع الأسف قالوا لك بلاش عليك الميكانيك لن تطعش الانتحان فأنا هذا الذي أشرح لن أشرح الناس الذين أغيرون لن تنجح الانتحان لا أنا أشرح هذا لن تنجح فيه وكذلك لن تطعب الطلب لك تصوغ الحالات التي أضطع فيهم يجب أن تكون فهمهم فهذا لماذا بالنسبة لي أهم درس من الدرس التي تنفع قوانين السير كاملة هي الميكانيك وأرزق العرب وكذلك الحوادث الإسعافات حيث الحوادث مثلا إذا كنت عارف لك أو حالة التي أعتقدت التحفير قل مثلا أنت تكمل طريقك وما توقف ما خاص إجباري عليك إذا كنت غاد يلقي أكسيد وما كان صيانة الإسعاف سأجب إجباري عليك توقف تحمي مكان الحال التي تنبه له يعني إشارة بأن كنت أكسيد في ذلك الطريق باش دوك اللي يجيين من المواك تأماما يدينوا أكسيد لقدر الله يعني باش انقصتهم من الصوعة تالي حاجة طلب إغاثة أو طلب الإسعاف تعيط لقم 15 ودقول لهم ها كائنة واحد الأكسيد هنا ودقول لهم ها عدد المصابين وها الأنواع تصير لدات الأكسيد وتسعف يعني تقدم الإغاثة يعني إذا رقيتك تساعد المصاب ساعده إذا لا كنت عارف هذا الحال لا تحتي فيها طبيعة الحال لا أتعرف ما تدير نال أتقى أكسيد لا أتعرف لا أتعرف لذا المشكلة يكون فيك نتاب طبيعة الحال حيث ما تبت ف أنا كنصيحتي من يجي دوز البرمي قبل ما تنشي بدوز الامتيحان خاص تفهم كل شي تفهم كل شي أي حاجة على القاب قوانين سيخص تفهم ها 10 ميكانيك وخام لا يتطرح حيث بعض الناس يطلح 9000 ميكانيك 9000 العرزة العربة وكي يطلح الأسئلة حيث يعطي بعض الأسئلة في الميكانيك ضرورة تعطي يتطلح الأسئلة وفي حوالته إسعافة لغوية تلقى تلقى الأسئلة ولكن لا تتعطي عنه بزرد النقاط أما الخرين اللي هما مثلا الرؤية والإضاءة وهذا الشي ديال الأسباق والتجاوز وهذا هذا قواعد يتطبق يعني ليس شي صعيبة يعني تقدر غيس يمان تصوغ تنو بلا ديالك بقوة تتعاود وصفية تقول اللي ذاك شلاص قريك في دمار لن تنساه ولكن لم يكن فاهم الحالات وضبط ذاك المسائل وعرف إذا شعرت تطلب الله في حمار وإذا شعرت تطلب الله في خدق كون أكيد أن تجد مشكلة في الطريق تجد مشكلة في السيارة وإذا شعرت تتعطي بالعافية ونعرف وإذا شعرت بالعافية لا تتعطي وعرف الثلاثين لا تريد أن تقول لي لا تتطع متيحة بلا شعرية لا نرى الميكانيك بلا ما نطبخ فيها لا أنا بالنسبة لي أهم الجزء من الأجزاء اللي عندها علاقة بقوانين السيار هو الجزء الميكانيك خاصكم تضبطوه مزيان قبل ما تقبطونه وإذا تبدأ تصوق فخطقة البيرمي هاي لا أريد أن تصوق طنوبيل ضبط الحالات بعدها باش من يطيح وكون أكيد أطيح فيهم جميع هاي حالات اللي أنا أعطي إن شاء الله في هات السلاسي أطيح فيهم اللي هات تكون كاتصوف كون أكيد هاي شي كل اللي شرحت في الطرز واللي دبقى نشرح هاي كل هم حالتك تطيح في هم في الصوق ولكن كي بقى الاختيار دي انت واش تفهم هات الشي ولا تخليه إلا خليتي كون أكيد ها النعلا تقوط البيان مجرد ترون في الطريق كون أكيد ها تلقى مشكل كبير فعلى شرية هات شي كي كنقول العمل الإنسان من يبدا ه يتقن من سين يتخلي عليه سب انت إذا بغير تخبط البيان كوت صوق فخاص تعمق في القواعد وتعمق في القوانين السير وتعمق فيه وتعمقت في الميكانيك يعني كيف لا تلقى مشاكل كنظر هادوغي بعض النصائح أعطيت لكم كيف لا تذهب غالطين وتقول أنا البيان كان يعني كان بار بار اعلى ودى الامتيحان سوف ينجح في الامتيحان ونسى ذلك شي ما عندي مشكل إلا النصيح هاد ياريه هو لعطيكم سهل شي يخدموه حيث على هاي يجي وحده وقت وعطي وطنوبي ولي تصوق ففهموه هاد على شك نقول لكم فهموه حيال الحاجة من كتفهمها كتبقى عاقل عليها حاجة لحفظتها كتنسى هما مش حلم حين بقابة البيان إلا سوتي ومعلا كيف شنوع ندير فيها لا يعرف يجاوبك لماذا كان حافظ لما بزابة قابة البيان ومعند لديه مالطنوبي لأنه لديه مالطنوبي يجب من الول يبدأ بحال يدوز البيان من جديد وخوى عنده حيث كان يحفظ ماشي كيف هذا لماذا نقول لكم أي حاجة فهمها من يك تفهم ترى عم لك تنساه وخ تقبط كل حالة تحتفالك تعرف كدير التعامل معها أما الطنوبي فعلا سهلة في الصوق يعني خاص تكون ضابط القوانين ديالك والقواعد وتكون فهم الحالات كل حالة كدير التعامل معها وكون أكيد أنك هذا وان شاء الله نخدم لكم عليه في هذه الفيديوهات الماجية وان شاء الله ما نخلش عليكم بالنصائح وخل الفيديو يجي طوي وخشي يجي ويقول كطول ما عندي مشكلة الهدف ديالي هو نوصل لكم المعلومة بطريقة مبساطة ونصح ونوريكم بأن حنايا كندير وها الدوص وكنشوح لكم ماشي باش تنجح وتقبط البي مصافي باش تنجح وباش كذلك من يتقبط طنوبي ديالك وتبدأ تصوق وتحفظ هذه الحالات تتعامل معاهم فهذا ان شاء الله اللي هنحاول ندير فلق علي هنحاول لكم سيسلة خاصة بالحواليس ونعطيكم جميع لك اللي عندها علقة بالحواليس والإسعافات اللي تطح بامتيحان ولي تطيح فيها وانا كنقول ونعود اللي أطيح فيها من سيكون كتصوق حيث نادية اللي تأكد عليها أما الامتيحان ستقدر نقول لكم ما تدبت شهاد شو وتنجح عرب بزاد لينجحوا النجح ماشي شي حاجة صعيبة هندلكم جميع اللي كان عندها علقاء بأجزاء العربة ونعطيكم جميع اللي كان عندها علقاء بالميكانيك للك تطيح الامتيحان وانا تقدر تطيح فيها وانا تصوق وبالفهم ما بين صورة نفهمكم من هما معلومات خاصكم تدبطوها هذه المرحلة الثانية ضعون ضباطتكم غير بروغرام نضام نعم به الفيديو اللي يجي بإذن الله سنحاول ندلكم أول سلسلة خاصة بتشوير الطوقي بطبع لا لدي لكم فيديو واحد لن طويل نحاول نقسم لكم الأجزاء نكمل لكم سلسلة عندها قبل وقوم فو توقف وتعيان قسم الأجزاء ويغادة باش منين سالين المرحلة الثانية عاد نعطيكم النظام المرحلة الثالثة اللي تكون عبارة عن تصحيح ديال السلاسل اللي كيكونوا في مداري الساعة المسيقة يعني 30 سلسلة اللي كيخدموها تنخدمها معاكم وكيبقوا عشار الPDF اللي الهدف ديالنا كامل ومن هدنا سيحد شي هو تعلم تصوق ولا تحطي في أي حالة هذه الحالات تتعلم واتخرج او تسل لك رأسك لذلك سبق تكونوا استفتو من هذا الفيديو لا استفتو من لا تنسو شباط جمع صحابكم حيث تريدون التفاعل قليل كنت من التفاعل كتاب اشتركوا معي في يوتيوب كريم فلالي باش في سبو كريم فلالي تري بيس ك شكرا على تتبو ديالكم معي في هذا دقص